السلام عليكم تلميذي الأعزاء معكم أستاذ بن عربي محمد أستاذ مادة هندسة كهربائية مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة التحذير الجيد لبكالورية هندسة الكهربائية اليوم سوف نتطرق إلى حصة رقم 13 وهي الحصة تابعة لحصة المقارن اليوم سنحل ثلاثة تمارين قبل البداية في هذه الحصة أنصحكم ومن المستحسن مشاهدة الحصة رقم 10 مذخم العاكس والحصة رقم 11 مذخم غير العاكس وأهم حصة وهي حصة رقم 12 المقارن لأن هذه الحصة تابعة لحصة رقم 12 وهي حصة المقارن وفضلا وليس أمرا بإذن الله هذا الفيديو لازم نوصلوه لألف لايك بها نكمل معكم إلى غاية نهاية السنة فلنبدأ على بركة الله وأحب له هاي جماعة رحوا تمارين رقم 1 اللي حب الشاركية رفع يده بسرعة نعطي له الأوتوريزاسيو فهي يطلع معايا رحاب عمالي تفضلي رحاب عمالي تفضلي هاي تفضلي هكتسمع فيها هاي اوكي رحوا تمارين رقم 1 رحاب تمارين رقم 1 وش طلب مننا؟ طلب فيه 6 أسئلة رح نحلوه تحليل دقيق إن شاء الله هذا التمرين واش عطالك؟ سؤاله وقالك ما اسم أو بواحدة وما هو نوعه؟ ماذا يسمى VR4؟ ما اسم VR4؟ وما هو نوعها؟ فقالك أحسب الجهد VR4؟ ما هي حالة المصباح لما تي سوي 30 درجة؟ فقاله ما هي حالة المصباح لما درجة الحارات سوي 60 درجة؟ جماعة وش مطلوب منكم؟ وقفوا في الفيديو وحاولوا في المثال كي تكملوا المثال؟ قارنوا إجابتكم بالإجابة النموذجية هاي يا رحاب نبدأ نبدأ بأول سؤالة يا رحاب قبل ما نروح الأسئلة أول حاجة وش لازم نديره؟ نشكل الدارة كما كنا نشكل دارة مغلقة كما كنا نشكل دارة تعلمي قحة الترانزيستو راح نشكل هذه الدارة إذن هذه الدارة والله قبل هذه أول حاجة قالك ما اسم A.O.B وما هو نوعه؟ هاي جاوبين هذا وشي هو؟ مضخم عملي يعمل عمل مقارن بس كلها ما فيش تغذية راجع صحيح وش يقارن هذا المقارن؟ يقارن ما بين واش؟ يقارن بين الجهد الأول اللي هو VZ يعبر عنه VR4 وهذا الجهد يسميه مرجعي لماذا مرجعي؟ لأن هذا الفرع مقاومة كاملة وش بها؟ مرجعي ويقارن بين و V ناقص الذي يعبر عنه وش هو؟ VR2 وبما أن هذا الفرع يحتوي على مقاومة متغيرة إذن هذا الجهد يسميه جهد متغير VZ جهد مرجعي لأن المقاومة في الفرع كامل ثابتة وفي ناقص اللي هو VR2 هو جهد متغير لأن في الفرع توجد مقاومة متغيرة اللي هي مقاومة حرارة إذن شو نقول في هذه الحالة؟ مضخم عملي يعمل عمل مقارن أيوة إذن هذه هي VZ شو كوني يعبر عليها؟ اللي هي VR4 وهذه وش هي؟ أخي على بالك من النقطة هذه حتى نوصل جيندي هذا والجهد؟ إنه كالنجوز مقاومة ندير المخط مع بعض وV ناقص شو كوني يعبر عليه؟ VR2 وهذا Vsort إذن شو نقوله هذا المقارن؟ يقارن بين جهدين حيث VR4 يمثل جهد مرجعي ثابت وVR2 يمثل جهد متغير عيوة هذا التركيب وش وظيفته هذا التركيب برحاب؟ هذا المقارن فيش يتحكم تحكم في تغذية المصباح يغضيه؟ يهي ما يغضيش إذن وظيفته تحكم في توهج المصباح صحيح وكتى يتوهج المصباح وكتى يتوهج لما VZ ولا VR4 أكبر من VR2 وكتى ينطفئ المصباح لما VR2 ولا V ناقص أكبر من VR4 اللي هي VZ صحيح هذا بنسبة لك؟ سؤال رقم واحد رحل سؤال رقم اثنين قالك ماذا يسمى VR4؟ VR4 وش نقدر نسميه؟ VR4 نسميه جهد مرجعي جهد مرجعي؟ لماذا جهد مرجعي؟ لأن الفرح هذا كامل يحتوي على مقاومة ثابت شوفي كيف ما كان المقاومة متغير في هذا الفرح؟ ما كانش لو كان هذا نحسب له جهد تاعه بقانون قاسم تاوت ونحن نقدره بمثل ما يتبدلش أوكي يمثل جهد مرجعي سؤال رقم ثلاثة ماذا ما اسمه؟ VR2 وما هو نوعها؟ هذه المقاومة الحرارية قالك وش اسمها؟ وش هو نوعتها؟ في المقاومة الحرارية في السنة الثانية درسته نوعين؟ درسته ذو معامل سالب اللي هي سيتيان ودرسته ذو معامل موجب اللي هي سيتيتي هكذا كيف فعلها؟ بنا عرف نوع المقاومة وش لازم يمدلي؟ وش لازم يمدلي ريحاب لازم يمدلي؟ لازم يمدلي؟ إذن هذي ارتطا وش هي مقاومة حرارية ذو معامل سالب؟ كيف عرفتها؟ وش لازم نجيب سيتيان؟ كيف عرفتها سيتيان؟ لازم نجيب المنحنة هكته المنحنة بش型 الرحيل آية هكذا أرتيطا كل ما تزيد درجة الحرارة وش يصدر وش يدالة متناقصة هكذا معنك هذه مقاومة أرتيطا تنقص كل ما تزيد درجة الحرارة إذن نسمي هذه المقاومة معامل سالب ولا معامل موجب وليكنت تزيد مع درجة حرارة ساميوها موجب بما أنه كل ما تزيد درجة الحرارة وتنقص هي والعلاقة العكسية ساميوها ذو معامل سالب هذه الأسئلة يا جماعة ركس أوليها قادة تجي في الباكالوري اوكي اذا هذه مقامة حارة رياستية لأنها متناقصة كل ما تزيد دارشة الحارة صحيح رحولي بعدها ريحاب قال لك احسب الجهد في اي ربعة في زايد قال لك احسب في زايد هي نفس في اي ربعة في اي ربعة وشو تسوي يا ريحاب انت لقان مقاسم التوتر تسوي في اي ربعة وتسوي اي ربعة على اي ربعة صحيحتي في الجهد التغذية المسؤول عن تغذية هم ما تنسيشها بي باستخدام قاسم التوتر ايوة اذا في زايد هي نفسها في اي ربعة وبما انه مقاومة اي ربعة لتنسيسون سنطبق قاسم التوتر اذا المقاومة المعنية شكون هي مقاومة المعنية اللي هي اي ربعة على مجموعة المقاومات اللي هي اي ربعة زايد اي ثلاثة في الجهد التغذية المسؤول عنهم ايوة اذا كنشوفوا شكون هاذا لها جماعة لها ماك تيفي لاكا ما ربي يحضوا جماعة والله لو كان بلوقي والله ما زيد يدفل هيا ونزيدنا نحكم له ماك ادرس ساعة وما يقدر حتى تليفون شو معي جماعة اه وين وصلنا اشتو تقلقوني كي تفتحوا لي لاكا اذا ايش قلنا في زايد وش يساوي يساوي في اي ربعة هذا هو القانون باستخدام قاسم التوتر اذا في اي ربعة ماذا يساوي مقاومة المعنية كما قلت هزامتكم اللي هي اي ربعة هاني لو انتهيكم بلوق الأخبار على مجموعة مقاومة الفرح هذا على تساسر وقدها عندنا مقاومة زوج على ربعة زيد اغ ثلاثة ايوه في الجهد المسؤول عن تغذيتهم وش هو هنا الجهد المسؤول اللي هو في سي سي في ال في سي سي صاحتي من بعدها هذه القيمة كنا نخدو نحسبها ما ننطلش نحسبها اعطانا ربعة وعطانا اغ ثلاثة وش نديرو التطبيق عددي خيطاهم لبكيلو او ماريحاب ليحاب لها ما ضربتش في عشر قوة ثلاثة لها ما حاولتش واحدة دولية هنا على ذات ما كتبتش ثلاثين في عشر قوة ثلاثة على برك عليها ها لانه في البسط كان عشر قوة ثلاثة وفي المقام وكان خرجوا عام المشرك عشر قوة ثلاثة عشر قوة ثلاثة مع عشر قوة ثلاثة وش حصلها تختزل اللي هذي ما بيش نزيد نحول وحدة الدول مين تما من افضل حوله ممكن بلك تنسوها في قانون واحدة اخر اذا اشت سوى ثلاثة على ثلاثون زي ثلاثون اليها ثلاثون على ستين ثلاثين على ستين هي اليها واحدة على ثلاثون واحدة على ثلاثنين في اثناش يساوي في ارابعة وشي يساوي اخ طفول اذا هذه النقطة ريحاب いきます جهدها حايت ستATHER مو شح يتبدأ على هارة يسمينا جهد مارتي مفوضة روح السؤال two ايو سؤالي بعده ريحاب شو قال لك ما هي حالة المصباح لما تي يساوي ثلاثين درج بعد اعرفت حال الكم سيبع.. قالت لك. وشي حالته منطفئ ولا موتهوه ج؟ وش لازم نديره في هذا الحال؟ وش لازم نديره؟ لازم نعرفه بـ ?h30 بان عرف بـ فيزي اذا انا حسبتها جهد ما ارجعي ذاك وش لازم نحسب؟ نحسبه لازم نحسبه في ناقص وكتى نحسبه في ناقص لما دارش الحرارة 30 درج من 30 درجة رح نشوف المقاومة المتغيرة مقاومة الحرارة المتغيرة هي اكذا نشوف المقاومة التاحة ونطبقوا نفس الطريقة اللي هي طريقة قاسم تواتر إذن V ناقص ماذا يساوي جمع V ناقص شوفوا معي حساب V ناقص في درج حرارة يساوي 30 درج وبعد نقارن V ناقص VZ بنعرفه حالة المسبع إذن V ناقص شي ساوي هو نفسه V R 2 وبيستخدم قاسم تواتر المقاومة المعنية وشي هي اللي هي R 2 على مجموعة المقاومة الفرح R 2 زي R 3 صحيتي الكل في واش في الجهد المسؤول عن تغذية تاحهم وشي هو 12 فرح صحيح من بعدها R 2 خطالي قيمة تاحها 100 R 3 R 3 كفا نحسبها وش لازمني هنا لازمني مساعدة المساعدة هذي من نجيبها من منحنة تغيرات صحيح تغير المقاومة بدلالة درج حرارة هو دعطالي درج حرارة 30 ورح نحوصه على 30 هاي وراي 30 اكتشوفيها باللون الأصفر نديروا الإسقاط وبعدها نخرجوا المقاومة 30 وشي قابلها 40 كيلو اوم إذن R 3 في درج حرارة 30 درجة وش تساوي 40 كيلو اوم بعد ما عرفتها 40 كيلو اوم وش نديروا تطبيق عددي R 2 خطاها هنا 30 كيلو اوم على 30 كيلو اوم زايد R 3 قده 40 كيلو اوم وش راكي تلاحظي يا ريحاب شوفي يا ريحاب في زايد كده يسيل جود مارج على 6 فوط وجود المتغير كده يسيل 5.14 كون اكبر 6 أو 5.14 6 مصباح متوهج مصباح متوهج وبما 6 اكبر من 5 معناتها في زايد سيكون اكبر من بناقص كنت تحقق شرط في زايد اكبر من بناقص في صورة وشي خرج خرج 12 فوط اذا مصباح وشي هو متوهج صحيتي اذا شنقولو نقولو بما انه 6 اكبر من 5.14 شحي قابلها ولي في ارابعة اكبر من في ارثمين وشحي قابلها في زايد اكبر من في ناقص واذا في هذه الحالة في صورة وشي سوي 12 فور وبما انه في صورة وشي سوي 12 فور هو لي غضي المصباح واذا مصباح شنقولو عليه متوهج سهلا ومشي سهلا هذه المقارن ما في حتى اشكالية لازم تعرف المبدأ العمل وهذا مكا سهلا الاسئلة حد الان كمل سهلا ايوا رحوا هاو مصباح متوهج رحوا لي بعدها سؤال رقم 6 من درس الطريقة رحية بقالك ما هي حالة المصباح لما تي سوي 60 درجة مئوية اذا في زايد تقديم الستفور بصح في ناقص تتبدل بصكو لها كل ما تبدل درس حرارة يتبدل في ناقص خيالك ايوا صحي تحسى في ناقص خي قانون على بنا مقاومة المعنية قدرناها من قبل على مجموعة المقاومات الفارع في الجهد الكلي وبما ان المقام يحتوي على مقاومة متغيرة اذا في R2 ديما متغيرة صحي اذا هذا القانون R2 R2 عندي R2 طاق فنخرج R2 طاق بنفس الطريقة نجيب المنحنة التغيرات درجة حرارة بدلت مقاومة درجة حرارة وبعدها 60 درجة هذه رحوا نديرها اسقاط بهذا الشكل 60 وش يقابلها درجة حرارة كيف يقابلها 20 20 اذا R2 تساوي تساوي 20 كيلو اوم من بعدها بعد ما عرفناها وش نديرو تطبيق عددي اذا VR2 يساوي 30 اللي هي R2 على 30 زايد 20 ف12 كيف نحسبوها VR2 نجمع بأي حاسيب أنتم ممكن تلقوها نقيتوها 7.2 اذا هنا وش نكتب نكتب 7.2 رحى بشك تلاحبك 7.2 وستش كون اكبر 7.2 اذا وش نقوله VR2 اكبر VR4 اذا VR2 اكبر VR4 وكيف يتحقق هذا الشر VR2 وش يحمد لي 0 وولت وبما انه VR2 مدلي 0 وولت مصباح وش يصار لنكون منطفر اذا 7.2 اكبر من 6 يقابلها VR2 اكبر VR4 يقابلها VR2 اكبر VR4 مجرد انه تحقق هذي العبارة وش نقوله VR2 يسوي 0 وبما انه VR2 يسوي 0 وفرق الكمون يسوي 0 مصباح وش يكون حالة سيكون منطفر هذا بالنسبة التمرين رقم اوح التمرين بسيط اسئلة منتظمة هنا بالجماعة بدنا بالامثلة مستوى ضعيف اي شخص يفهمها تمرين هذا مستوى متوسط شخص متوسط هكذا ريحاب خلاص ودراح هيا رحولي شكرا شكرا شكوني يطلع صبرا جماعة هيا جماعة شكوني يطلع صبرا وليس نقول صبرا يوه مهدي فاطمة فريال زيد امينة زيد سعيد هذا ما كان جماعة بيحاب يطلع مبروك اميرة اميرة تفضلي اميرة بعث لك اوتوريز ما قبلي اميرة تفضلي هكي تسماع في هيا اميرة رحو تميل ناقم اثنين بسماع رحو التمرين من رقم الثنين عندي اربع اسئلة سؤال ما اسم او بي وما هو وظيفته سؤال ثلاثة احسب VR1 وVR3 لما مقام المتغيرة في 70 كيلو اوم وسؤال ما هي حالة المخرج في صارت جماعة وش مطلعون منكم وقفوا الفيديو حاولوا في التمرين هذا وبعدها ما تكملوا شوفوا اجابة النموذجية هايا اميرة نبدأ تماني اثنين اول حاجة وش قال لك موظيفة هذا l-a-o-b واحد l-a-o-b هذا وش هو مضخم عملي يعمل عمل مقارن يقارن بين VR1 هو جهد مرجعي لماذا لأنه ثابت وVR3 جهد مرجعي ولا متغير متغير مع هذا الفرع في زوج مقامل كان مقامل متغير بي معانتها جهد متغير صحي اه دعكم بقى نحكي عن الجهود اهنا تماني هدا في واحد اللغز هاكذا اوكي اهنا اعطيتكم هذا تماني بهم التسارعوش كان جماعة يحفظ اوكي اهنا ابدأ اول حاجة وش لازمنا نضيره استقطابيات اذا VZ كوني يعبر عليه VZ عبر عليه VR واحد VR ايه وV ناقش كوني يعبر عليه VR ثلاثة VR ثلاثة صحي وهذا وش هو V صار هاكذا بعد نبدأ وقالك ما اسم AOB وما وظيفته اذا نجاوب بسرعة مضخم عملي يعمل عمل مقارن وش يقارن بين جهدين حيث VR واحد اللي هو جهد VR واحد ورا VR واحد يقارن بين جهدين حيث VR واحد يمثل جهد مرجعي وإصححة وVR ثلاثة وش هو يمثل جهد متغير بس خلاف الفرعة ويحتوي على مقاومة متغيرة صحيح هذا بنسبة السؤال لول سؤال ثاني اميرة قالك ما هي وظيفة ثنائي زينر وش وظيفة ثنائي زينر كيعد موصول استقطاب عكسي على التوازي شوفوا معي اجمع ثنائي زينر اي عنص كهربائي يكون موصول معه على التوازي يكون في استقطاب العكسي وش وظيفته ينظم الجهد له ينظم الجهد له كما هنا في زينر الجهد يسوي ثمانية فور مهما تزيد الجهد هذا اثناش عشرين ربعين وش يولي ثنائي زينر باش مربوط على التوازي مربوط ما بين واشا اميرة ما بين ور ثلاثة معناته هو اللي يغذي فيهم معناته ور ثلاثة وش كون سيغذيهم يغذيهم ثنائي زينر ثمانية فور لو كان زيد الجهد هذا نقرب واربعتاش فور يبقى ديمة ثمانية فور يبقى هنا وش نقول ثنائي زينر اي عنص كهربائي يوازي في استقطاب العكسي ينظم جهد له ويبقى جهده ثابت مهما تغير في المصدر الجهن اذا P وار ثلاثة شكون يغذيهم شكون يغذيهم وار ثلاثة شكون يغذيهم كذلك شكون يغذيهم ثنائي زينر اي زينر ايوة اذا ما شو نقوله هنا تنظيم الجهد وش معناته توفير جهد ثابت للفرعين ها فرع الول والفرع الثاني هما الفرع الاول يحتوي على مقاومتين موصولتين على التسلسل P وار ثلاثة لها موصولتين على التسلسل باسكون هذا الخط ليمرش منه الطير باسكون يحتوي على مقارن يحتوي على ممانعة او ملا نهاية صحي والثير يختار طريق السهل ما يروحش طريق الصعführ صحي والفرع الثاني نعم يحتوي على مقاومتين اير واحد وار ثلاثة موصولتين على التسلسل. ففهم سؤال ثاني. جماعة هذه الدواء ملاحظة. ثنائزين تقعد موصلات توازية في استقراب العكسي. هو ينظم الجهد. هو يلعب دور مولد جهده ثابت. مهما تغير. تفاهمين عليها. اوك. هاي رفض السؤال. فضلي. قال لك واحد عود للنقطات تعثنائزينة. ثنائزينة. شوفها صديقي. صديقي ثنائزينة لهذا. هذا ثنائزينة. عنده جهد العكسي. اللي هو في زينة. هذا الجهد العكسي يمت جهد الثابت للعناصر التي توازيه. كما هنشكنا هاي موصلين على التوازي معاه. اير ثلاثة وبي موصلين على التوازي. ايش معناتها? معناتها البي وال اير ثلاثة. وكأنه ثنائزينة هو المصدر للجهد تاحه. وكأنه هذا. وكأنه هناك خط كبير. وهناك خط صغير. وكأنه هو المولد الجهد للبي وال اير ثلاثة. مهما كانت قيمة ذي سي سي. مهما تزيد فيها. مهما تزيد فيها. مهما تزيد فيها فوق ثمانية. اكيد. مهما عشر. عشرين. ربعين. خمسين. ستين. مهما تزيد الجهد. الجهد بين مقاومة بي وال اير ثلاثة. ما يتبذل. شيء قديم ثمانية فولت. لماذا؟ لأنه ثنائزينة الموصل على التوازي. وبهت برهنها. بات عرف الصحة. دي قانون العروات. شوف لو كان ديروا قانون العروات اميرا. وش نلقاو. وش نلقاو قانون العروات. وش يقولنا. نلقاو بللي في زينر. وش يساوي. في بي زي في اير ثلاثة. بالقانون العروات. ايوة. اذا ثنائزينة. وش واضحة هنا. يثبت الجهد لأي عنصر ويوزي على التوازي. هكذا؟ نعم. ها ينكب له. اه سؤالي بعد وقال لك احسب في اير واحد اميرا. احسب لي في اير واحد وفي اير ثلاثة. في اير واحد. وش يساوي في اير واحد. جاوين هيا. اه يساوي اير واحد. لا ارثني زي اير واحد في في زينر. في زينر صحيتي 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 صحيتي. باسكو لا اثنائزينة. هو لي غضيتهم. ماشي في سي سي. كان جماعة بس دفلك نعطيهم هادا تمرينة جماعة. ولو كيجين في البكالوروح مباشرة حافظ. مش فاهم يكتب مباشرة في في سي سي. لازم تأكد شوف المقاومة شكونها يغذي فيها. اذا زمي لكم جاوبت ايجابة صحيحة في اير واحد وش يساوي. مقاومة معنية. اللي هي اير واحد. على مجموعة مقاومة الفرع. هسكو هذي المقاومة تدخل اير خمسة وما تدخلش. اير خمسة اه. ما تدخلش باسكو لا تفرع. ما تدخلش هي مش التسلسل. هي باسكو تجير منها حيتفرع منها. معنتها اير ثنين و اير واحد. هم لا تتسلسل. اذا وش تساوي. اير واحد. على اير واحد زايد اير ثنين. في الجهد المسؤول عن تغذيتهم. من قانون العروات لاحظوا باللي بي زينر هو اللي يغذيهم. اذا في في زينر كما كنتلاحظوا بهذا. اذا في اير واحد وش يساوي. عشرين على عشرين زايد عشر كنعودو. في ثمانية. النتيجة كده نلقو في اير واحد. نلقوها خمسة فاصل ثلاثة وثلاثين فورت. وهذا الجهد يستسمي جهد. جهد مرجعي. بس كلها الفرح هذا مقاومتين ثابتة. هذا بنسبة للجماعة وشي هو? اير واحد. روح يا اميرة. احسب لي في اير تلات. هيا في اير تلات. هيا وراء في اير تلات. وشتو ساوي في اير تلات? اه. سوو في اير تلات لا. لا تتساريش بي اير تلات. اه. ي lose. ايوة. اير تلاتة. زايد مقاومة حرارية. زايد مقاومة متغيرة بي. وليست حارقة. ه valuable per محافظة. ايه. انتهزين فيها ونقص فيها احنا. اذا في اير تلاتة اجمعوا موش يساوي المقاومة المعنيية اير تلاتة. ايوة. على مجموع المقاومات موصولة على تلسل Trickulnyaless whoo. هذه الخمسة غير موصولة على التنسلسل. لماذا؟ لأنه لا يمر عليهم نفس التيار. صحيت. على هذه يقول لكم مقاومات مكافأة موصلاتي على التنسلسل في الفرق. يعني R3 ZP. الكل في وجه في الجهد مسؤول عن تغذيتهم. ليس الجهد الكل. مسؤول عن تغذيتهم. اللي هو VZNR. صحيتم. بعد ندير تطبيق عددي. VR3 بشي سوي. عشرة. على عشرة زيت سبعة في ثمانية. VR3 كده نلقوها واحد فاصل. سيفها ربعة وثمانين فوق. دركوا حسبنا VZNR. نقدر نعرف حالة VZNR. نقدر نعرفه حالة VZNR. نقدر نعرفه. إذن VR3 نسميه جد متغير. رحوا آخر سؤال. قالك ما هي حالة المخرج VZNR. نعرف حالة المخرج VZNR. لازم ننقارنه VZNR. لازم نوصل المترجم. صحيتم. شوفي. شكو لقيناها 5.33. هي هي VZNR. ايوة. وشكو لقيناها 1.0.24 فورت. اللي هي V ناقص. إذن مش لاحظوا بلي VR1 أكبر من VR3. وVR1 يعبر عنها VZNR. وVR3 يعبر عليها V ناقص. إذن مش لقينا VZNR أكبر من V ناقص. وبما أنه VZNR أكبر من V ناقص معانتها. معانتها V صورتي. وش يساوي. جاوبيني. 8 فورت. وش يساوي. ما يساوي. ما يساوي. 8 فورت. آه. 2.2. ناقص. هي. VZNR. ينظم الجهد. اللي راح موصل على التوزي. شكو لرح موصل على التوزي. P و R3. و R2. و R1. وش يساوي. يساوي. VCC هذا. آه. قلت لك. VZNR. V صورتي. وش يساوي. يساوي. VCC هذا. ما يساوي. VCC 1. إذن هنا. بدل فيكم. حاب نشوفكم. تسارعوه. أو لا ما تسارعوه. إذا هن رحش نقوله. و V30. وش يساوي. يخرج للجهد الموجب. ويخرج لي. VCC هذي. ويساوي 12 فورت. صحيح. وش معنات هم يخرج ليش هذي. رغم أنهم تساويين. نح. دو كان مثلاً أميرة. دو كان نعطيك. هذي سميها لك. VCC 1. هنا VCC 2. ملك باللي. هذي 14 فورت. وهذه 12 فورت. إذن. V30. وش يخرج. يخرج القيمة هذي الموجب. مرسيد. 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 أوكي. إذا جمعا. V30 خرج هذي الجهد التغذية التاعه. يمكن هذي سميها بي سي سي واحد. وهذي سميها بي سي ثنين. V30. وش يخرج. خرج الجهد لي غذي القطبة. يخرج بي سي سي. والله بي سي سي. على حسب تسميتها. عليها موجودة هنا. عليها موجودة. صحيح. هذا بسبب الواج تمارينا رقم اثنين. رح نزيد لك سؤال اميرا. شوفها اميرا. ها ناحية. ناحية. وقلبت تركيب مخدم بهذا الشكل. إذن. في صورت هنا وش يساوي. في صورت هنا وش يساوي جماعة. ثمانية بوض. هنا يساوي في زينة. باسكو في زينة هو اللي راي يغضي فيه. هو اللي نظف لجه. إذا هنا وش نقوله في صورت يساوي في زينة ويساوي ثمانية بوض. هنا على هذي وش هو. مع انتك يعطيه مقارن ما تسرعش اقرب مقارن وفهمهم ليه. ومبعدها شكله. ومبعدها ابدأ في الاسئلة. هاكذا. وجنبه عقلية الحفيظة. جنبه عقلية الحفيظة. كي يقول لك استاذ هدي تجي كادا ودي كادا كادا كادا. يقول لها استاذ ما تحفظنيش. استاذ حد نتكون. هاكذا. هذا بنسبة تمانين رقم اربعة. اميرا دراهمك خلاص. صايم. جماعة رحوا تمانين كون يطلع. كون يحب يطلع. هيا. يرفع يدو. مهدي مبروك زيدو زيدو. واحد جديد. انا ماذبية واحد جديد. جماعة احسن شخص. احسن احسن شخص عندي لي يطلع وليدي اخطأ بزيه. البقى كيدي خطأ. نعالج له خطأ ونتأكد بل يعني صححة الاخطاء للناس بزيه خاصة اللي يحش موها كرا. انا حب لي يغلطه. انا بلعني ماذبية احسن شخص لي يطلع اللي يغلط بزيه. هاكذا. كين فريال مهدي بقرة. وش نخيار ما بينتهم. زيد كش موها جديد. صابر. هيبا. هيبا طلعتهم طلعت. جابة طلعت مرة فاتت مبروك صحي. نخيار وش نخيار وش نخيار اه مهدي تفضل. مهدي يعني بعث لك طلب. مهدي تفضل. هاكتما فيها مهدي. هايا مهدي روحوا التمرين اخير. تمرين رقم ثلاثة اللي في خدمة شوية. هو مستوى عالي. اللي يفهم جمع لي ما فهم بش تمان ثلاثة مرة جي يعودوا في اليوتيوب. يعود تمان واحد وتمرين اثنين. اللي عنده مشكل اللي تقيل في الفهم بتاعه. لازم يتمرن. مرة زوج ثلاثة اربعة بعدها صايا. ان شاء الله يولي كل الكمال الباقية. هكذا. رحوا التمرين رقم ثلاثة. شوفها مهدي. تمان رقم ثلاثة. في خمس اسئلة. وهذا التمرين. هذا جماعة هذا التركيب تحتاجه بزاف الباكالوري. رح تخدموا به المؤجلات. لو كانت تفهموا اليوم مرة جيد مؤجلات دقاطة. وتولي تخرج غالة عبارة. تعرف عبارة تأجيل فقط. صاحب. هذا السؤال. ما هي وظيفة او او بي. ما هي وظيفة دي زينا. دي زاد ثني اي زينا. متى يتوهج المصباح وماذا يمثل هذا التركيب. وش يمثل هذا التركيب. ما وظيفة العنصر موجود في الإطار الأحمر. اللي هو هذا. اللي في الوشعة والتماس. هل يوجد خطأ في هذا التركيب. هذا التركيب في خطأ او لم يوجد خطأ. كما ما نعطيكم في الترونزيستان. عكذا ما هدي. وش مطلب منكم اجماعة. وقفوا في الفيديو. وحاولوا في التمرين. ومن بعد هكي تكملوا المحاولة. شوفوا اجابة النموذجية تعالوا. هاي اجماعة نبدأ. هيا مهدي نبدأ في اول حاجة. سؤاله. وش قال لك. قبل ما نشرحه التركيب. اذا. وش لازمنا نشكله الدارة. اذا. في ناقص. في ناقص. كون يعبر عليها مهدي. في ناقص. هذه مرة ما عطيتك مقاومة. خي جهد المرجعي. مهدي. جهد المرجعي ما في نخدمه بالمقاومة الثابتين. بس عاله كل ما تجدش مقاومة. فهدير في هذه الحالة. تعاوضوا بثنائي زينر. بس كون ثنائي زينر ديما يمد جهد ثابت لا يتغير. كما هذا ثنائي زينر. كده الجهد المرجعي تعالوا. ربعة فاصل تسعة. فولت. اذا. هذا في ناقص. ربعة فاصل تسعة. يعبر عنه في زينر. ويسمى كذلك جهد مرجعي. مع انت جهد ثابت غير متغير. صحي. اذا جهد المرجعي قادرين نديروا مقاومة في الفرع الثابتين. ولا نديروا ثنائي زين. متفاهمنا عليها مهدي. وروحوا في زيد. في زيد تكون يعبر عليه هنا يا. نبدأ من النقطة هذه حتى نروحوا جياندي. اذا في زيد تكون يعبر عليه. عبر عليه المكثفة. والمكثفة جهد تحى ثابت ولا متغير. بالمنطق. المكثفة. اخي. دلت شحن تحى. متغير. متزايدة. صحي. اذا جهد تحى متغير. اذا في زيد يعبر عليه في سي تعال المكثفة. مستمع الجهد. متغير. ولو كانت هذه المقاومة ثابتة. ولو أعطيتكم هذه المقاومة ثابتة. تبقى المكثفة جهد تحى متغير. حتى. حتى. حتى نكتهي بالجهد تحى. حتى. تتشحن. ماكسيمون تحى. هكذا. اذا. هذا في صارتي. سؤال ما تروح. مهدي. وكتيت وهج المصباح هذا. اس. وكتيت وهج المصباح اس. نخدمه بالعكس. المصباح الاس وكتيت وهج. لما. لما التمس هذا وش يصاله يكون مغلق. صح ولا لا لا. لما التمس يغلق. هيا لما التمس يغلق. هذا التمس وكتيت يغلق. المسم المهم. وكتيت يغلق التمس. لما. وشيقةANA تكون ومغنطة. حلات المغنطة الوشيقة. الوشيقة وكتيت المغنطة يكون مسئول عن التغذية التحر Yellow. وكتيت تكون متحردة الوشيقة. لازم مقحل يكون مشابع. لو كان يكون منع. وشي rév تكون غير ممان. لازم المقحل يكون مشابع. وكتيت يكون مقحل مشابع. لما fill photo. يساوي. لازم تعطي له الجهد. لازم fill s registrar blue fish. يساوي. يساوي 12 فوط. لو كان. يساوي 0 فوت. من الخلج يكون مهدي لما لما في زايد وش يكون لما في زايد وش يكون أكبر من واش أكبر من في ناقص لما يكون تهد المكثيفة أكبر من في زينة وهي لحظة تسوي يصد تبدين بعد شوفها شوفنا كبيرا كي تسويوا جهدين وش يصدر مخرج وش يصدر له يتبدل خلق ذا هيا نبدأ بنا شرح هذا التركيب شوفها مهدي بنا شرح هذا التركيب قدى عندي جهدنا عندي جهدين جهد الأول في أونتري في أونتري قدى في جهد في ناقص وش في زايد هذا يسميه جهود المداخل وهذا في صورتي وش هو تعال مخرج هكذا هيا نبدأ عندي هذا المستمع هذا بلول الأزرع اللي هو في زينر قدى قيمة تهو جهد الثابت قدى قيمة تهو 4.9 صحيت والمكثيفة الجهد التحق ثاح يكون ها هذا سميته في ناقص أزرع والمكثيفة لو كان نغلق بي شوف لو كان حالة ابتدائية يسوي زي رفور وقتها المكثيفة تبدأ تشحن وقتها مكثيفة تبدأ تشحن لازم لي نغلق القاطعة بي ايوه لو كان نغلق قاطعة بي وش يسأل في القاطعة بي مفتوحة شوف قاطعة بي مفتوحة جهد جهد المكثيفة وش يساوي يساوي زي رفور اكتشوف ها بلون الأخذة هنا المكثيفة دي ما جهد تحي يساوي زي رفور لماذا لأنه دارة وش بيها مفتوح سهلا سهلا صحي مكمل جماعة وش رايكم وش رايكم لو كان قبل هذي قبل هذي شوف لي بي سارتي وش يساوي يا مهدي شوف في ناقص وش يساوي شكون أكبر في ناقص ولا في زايد شوف معي هنا في هذا الجزء هي ناقص اكبر من في زايد وبي ما أنه في ناقص اكبر من في زايد في سارتي وش يساوي يساوي زي رفور وبما أنه في سارتي يساوي زي رفور مقرية المانة معنا تلب وش عغيرة مومانطة وش عغيرة ممانطة تايما سيبطى بحال سرح مفتوح تماس مفتوح مسباح良 lumière يكون منطح صحيح هيا هيا غير ماناة معنات محق ماناة ما شعفنا على في حالة في سارتي سارتي ساوي زيرو المقحة شوف comfortable نقلبه. ما هي قاطعة مفتوحة. بما انه قاطعة مفتوحة. الوشعة ستكون. ما بين كوليكتور ايميتور دارة مفتوحة. اسكو تيار هذا ليجي من. هيا هذا تيار ليجي من في سي سيمشي هكذا. اسكو يقدر يروح جيان دي. ما يقدرش. بس كو دارة مفتوحة. اذا وشعة تكون. ميراش. غير ممانطة. يمكن يكون مفتوح. صاحب. صاحب. عند غلق القاطعة. عجمع وشان يدير ان نشرح في التركيبة. عندها غلق القاطعة بي. شوف مهدي كنغلق القاطعة. شوف شدرتها. غلقتها ما غلقتها. شوف شيا سرا. شوف تيار كي يمشي. اك شوف تيار. وانا رايح رايح تيار. رايح المكثفة. تشحن المكثفة عبر اير واحد. سواء المطروح. حبيت نسألك يا مهدي. علي يدير المقاومة اير واحد. علي المكثفية يزيدوا لها المقاومة. جاوبني. هيجاوبني. ما عندك شكرة. قول لي ما عندك شكرة. اشتوا جماعة. عليها ذي يقولكم لازم التكوين. عليها. عليها ديروا مقاومة. بس كو عليها. كل ما ديرش المقاومة. المكثفة تشحن آنيا. تشحن في الصفة الثانية. تشحن آنيا. بس انا حاب نتحكم في الزمن شحن. حاب نقلبه ثانية ولا زوج ولا عشرة. وش لازم نبدأ نزيد في المقاومة. كل ما نزيد المقاومة نزيد في زمن الشحن. فانتا كيفا. اذا نزيد المقاومة بس يزيد لزمن شحن ولا زمن تغرير. صحيح. لو كما ديش هذه المقاومة. المكثفة وش حصل لها مهدي تشحن آنيا. في لحظة تشحن. صحيح. اذا نشرح لحظة. تشحن المكثفة عبر ار واحد. وشحن مكثفة وشهواخي. دان لأسية. دان لأسية متزايد. صحيح. شوف شوف مهدي. تبدأ تشحن 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 تشحن. كي تساوي جهد المكثفة وجهد في زينة. وش حيصار المخرج. شوف ناقبولة كي تساوي جهدين. وش حيصارها. حالة. حالة وش هي. حالة تبدي. تبدي. في صعي كده كان زيارة وش حيتبدل. حيواني اثناش بار. انا مهمني. شح ركز. انا نبدأ نخدمه بشوي. حابين نخدمه بشوي جمع. شفتوا هذا وجهد المكثفة اثناء الشعر. صحيح. هنا يا شكون اكبر مهدي. جهد المكثفة ولا جهد في زينة في هذا المجال. في زينة. في ناقص اكبر من في زينة صحيح. بما انه في ناقص اكبر من في زينة. اذا في صورتي وش يساوي. يبقى مزال وش يساوي. يساوي. زيارة. نكمل حد الآن متغيش في صورتي. بصح لو كنخلي المكثفة هنا. كما في هذه الحالة. مزال في صورتي وش يساوي. زيارة فوض. المقحل. قاطع على مفتوحة. وش آخر مغذل. حد الآن المزال ما تبدلش المخلصة. صعو لا لا لا. تخيلوا اجماعة. تخيلوا عندها وصول الجهد المكثفة الى ربعة فاصل تسعى فوض. كي توصل مكثفة ربعة فاصل تسعى فوض. وش هيح يساوي مهدي. في سي. جهد المكثفة حيتساوي مع فيزينة. كي تساوي جهد المكثفة مع فيزينة. وش هو اللي فيزايد وش يساوي وليس يساوي في ناقص. إذن وش يساوي المقارن. يحدث له حالة تبديلية. وش هي الحالة تبديلية. خي هذه الحالة الجديدة لحنا نحوص عليها. حالة سابقة وش ساوي بصورتي. حالة سابقة. زيرو. إذن وش هيتبدل. 12 بور. ها. بازدنا نفهم هايكم وكأنه قدكم مكثفة ساحنات اكثر من البيزينة. شو ههنا شكون اكبر اجمعت جوهد وش يساوي. فيصورتي وش يساوي. يساوي. هيسي سي. أكي شته. issues 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 samen المشبعي ولي قاطعه مغلقة مبنى إذن إذن تيار هذا يجي يمشي مننا يروح للمكثفة ومبعدها يروح لترنزيس ومبعدها يروح الجينة. دارة مغلقة أو ماش مغلقة؟ هنا مغلقة، وشيعة وشي حصلها جماعة؟ تتمغنط، تيمس صار له؟ تيمس صار له وتغلق، المصباح صار له؟ توهج شفت هاليا، إذن لك نسألك سؤال مهدي، لك نسألك سؤال، وكتي يتوهج المصباح؟ وكتيها الشرق، لما تشحن المكثفة ويصل جهدها إلى جهد المرجعي، من هل يصل جهد المكثفة؟ الجهد المرجعي، وشي يصبح للمخرج؟ يتبدل إذن هذن هذن يسميها؟ هذا التركيب يسموه مؤجلة باستخدام خالية RC إذن نقطة هذه، تشوف هذه نقطة نقطة هذه تعال الغلق القاطع إذن غلق البي، وشوظفتها؟ بهذه كنغلقها، وشوظفتها؟ إذن بالتأجيل، مع أنت إذن بشحل المكثفة؟ نسميها إذن بالتأجيل، ونقطة هذه الآخرة، أخير، وشو سميها؟ نهاية زمن التأجيل، صقر، يا شفتها؟ نهارة دي وصلت المكثفة، نهارة دي وصلت المكثفة، ربعة فاصل تسعة بوض وشتصره لهم؟ تصره لهم هذا يجعله، مع أنته هنا تهل زمن التأجيل، انتهل زمن التأجيل، تشعل مصباح؟ هيا توهج المسوعة وهذا المجال وش نسميه هذا المجال وش نسميه فيارك وش نسميه وش نسميه مجال تأجيل زمن تأجيل صحيح تنسميه زمن تأجيل ايوه اذا هذه مؤجلة باستخدام خالية ارسي هذا هو التركيب اجمعه تحتاجه في المؤجلات ان شاء الله نرجع الاسئلة تانا رحوا السؤال واحد قال لك ما هو وظيفة او في هذا هذا وش هو بما انه لا يحتوي المقاومة الراجعة من المخرج ترجع المدخل وش نسميه مضخم عملي يعمل عمل مقارن يقارن بين جهدين حيث فيزينا وش نسميه جهد مرجعي ثابت وفيسي وش نسميه يمثل جهد متغير بس كم مكثفة جهد تاحب متغير هذا بنسبة له سؤال الاول رحوا السؤال اثنين ما وظيفة دي زاب مهدي وش وظيفة دي زاب ثنائزينه ايوه وش وظيفته يوفر جهد المرجعي لمن للقطب العاكس اذا وش وظيفة دي زاب وظيفته توفير جهد المرجعي للقطب العاكس على باك ثنائزينك يعد في استقطاب العاكسي مهما تزيد الجهد النقطة اللي تكون مربوطة معها على التوازي يمدلها جهد ثابت هنا كده يمدل الفيناقس كده يمدلو جهد دي ما يمدلو 4.9 طيب روحوا لي بعدها قالك متى يتوهج المصباح وماذا يمثل هذا التركيب وقته يتوهج المصباح وقته يتوهج المصباح لما جهد المكثفة يصل يساوي يساوي او اكبر احنا وش تهمنا تهمنا تساوي بسكو تبديل لما يصل جهد المكثفة الى جهد المرجعي اللي هو فيزينة لما يصبح جهد المكثفة فيسي وش يساوي يساوي جهد فيزينة خيشفناها تساوي يحدث تبديل في مخرج المقا إذا هنا وش هو يتوهج المصباح عندما تشحن المكثفة ويصل توتره الى قيمة جهد المرجعي فيزينة مفهومة هذه مهدي ولا مش مفهومة كمل صحي روحوا لسؤال رابع سؤال رابع مهدي قالك ما وظيفة العنصر الموجود في اطار الاحمر هذا العنصر لا في اطار الاحمر اللي فيه الوشعة والتماس قريتا في السنة الثانية مش تكفرين جسدكم في السنة الثانية نذكركم فيها إذا هذا شو نسميه مهدي عندك فكرة ما عندكش وش هي عامة تمس مفهومة ايوة اللي هو المرحل كهروميغناطيسي كين موليمس اللي هو فيه فيها ربع تمسات ولي تلقى فيه تمس واحد يسمونه المرحل كهروميغناطيسي هذا يستعمل في الدارة اللي فيها فاز واحد اللي فيها طور واحد إذا هذا سميناه مرحل كهروميغناطيسي وش واضحة مرحل كهروميغناطيسي هذا مهدي وش يدير يفصل دارة التحكم هذه اللي منه وش نسميه دارة التحكم اللي تمشي بـ 12 فولت أو 9 فولت يعزل دارة التحكم اللي تمشي بجهد صغير على واش؟ على دارة الاستطاع اللي تمشي بجهد الكبير اللي مصباح باش يتغذى هنا باش يتغذى المصباح 220 فولت إذن المراحل كهروميا ناطيسي وش وظيفته عزل دارة التحكم على دارة الاستطاع وفي ناس الوقت شنقوله وظيفته تحكم في دارة الاستطاع عن طريق فتحة وغلق التامس تفاهمنا عليها كانين سموه رايزي يجاوب ريضة صحيحة ريضة صحيحة ما شاء الله عليك إذن وظيفة العصر موجودة في الإطار الأحمر مراحل كهروميغناطيسي وظيفته فصل دارة التحكم هذا هي هذا الإطار المتقطع جمع بلون أخضر هذا ما يسميه دارة التحكم اللي تستغل باستطاعة ضعيفة ولا تستغل تحت جهد ضعيف صحيح على دارة الاستطاعة دارة الاستطاعة اللي اعطيتها لكم بالإطار المتقطع بلون البرتوقالي يدي تمشي بمئتين وعشرين فوت ولا باستطاعة كبيرة سميه دارة الاستطاعة سؤالة رابع سهل ومشي سهل مليح مكمل صحيح روح لي بعدها سؤال خمسة هاي سؤال خمسة مهدي قال لك هل يوجد خطأ في هذا التركيب هذا التركيب اللي ما ديته لك كان خطأ أو لم تكنش هاي وش هو الخطأ مكنش الديود ما شاء الله عليك جماعة جماعة مدم عندي وشعة وشعة كتغذيها راح تمد قوة كهربائية متحررة بسبب تحرير الذات وبما أنه مربوطة على تسلسل مع الروزستور هذا القوة الكهربائية راح تتلف المقحل بها نعجل المشكلة هذا وش نديرو نديرو العجلة الحرة تكون استقطاب عكسي على التوازي مع الوشعة إذا نعم يوجد خطأ وهو عدم وجود ثنائي الديود الذي يحمي المقحل من تيارات تحريضية ناتجة عن تحريض ذاتي الوشعة المرحل ويرسم بهذا الشكل باستقطاب العكسي على التوازي سمي بعجلة الحرة لشكل التيار الذي يدور على شكل العجلة هذا بالنسبة للسؤال خمس خلاص وأسئلهم بالزيل ومهدي هيا مهدي خلصو ما زال كي نحن زيتكم سؤال يا جماعة نحن زيتكم سؤال للطالب المتميزين أنا ماذا بيدي كل مستوى تعظيف ولا منتوسط لازم أولي متميز على هذه نطور فيكم نحن نكون فيكم جماعة راح نسئلكم واحد السؤال واشي هو شوفها مهدي قالك اتلف ثنائي الزنا هذا ثنائي الزنا اللي ركبته في صد واتلف ثنائي الزنا ولم نجده عند البائع كروح تشيري عند البائع ما يجيش فاقترح علينا البائع عنصر بديل قالك هذا ثنائي الزنا تقدر تعوضه بعنصر بديل في كاريك هذا العنصر بديل هذا وش يكون مهدي بايمد لي جهد مارزعي مقاومة صحيح توصيح اذا لو كان يقول لك مقاومة في صدد وعنصر بديل وشه تقوله ثنائي زينة اذا مثلا كان عندك ثنائي زينة وفسد لك ثنائي زينة ومولي Glaude وموالجي بنز ثنائي زينة عنصر بديل وشه هو هو المقاومة صحيح اذا وش قال لك سؤال ستة ما هو هذا العنصر وما هي قيمته لازم لهذا العنصر نعط له واحدة قيمة لكي نحافظ على قيمة التأجيل حاب هذا التأجيل يبقى ثابت زمن التأجيل ما يتبدلش إذن العنصر هذا وش قلت لي مقامة وش لازم يشاط لنذيره ربما يبقى لتركيب نفس التركيب له لازم يجيبه مقامة مقامتها بحيث الجهد بين طرف المقامة لازم يكون يساوي لازم يبقى ثاني يساوي ربعة فاصل تسعبه يمكن نجيبه مقامة تعطي الجهد أكبر ربعة فاصل تسعبه سيتبدل تركيب ولا ما يتبدلش سيتبدل زمن تأجيل ويتغير زمن تأجيل إذن جوابه العنصر البديل هو مقامة كهربائية بشرق وش هو الشرق لازم نحقه بيبقى تركيب نفسه بشرق لازم هذه المقامة الجهد التاحة اللي نحسبه وش نلقاه لازم نلقاه يساوي نفس الجهد المرجعي في زين صحي معناتها ما نجيبش أي مقاومة مثلا ما نجيبش مئة أوم ولا ميتين وركبها صحي لازم نحسب الجهد التاحة ونحسب المقاومة كي نقاو هذه القيمة رح نبحث عليها في السوق ونركبها هكذا هذا السؤال مليحة جماعادي ما نعطيكم الأسئلة كذي تعدلوا مشاكل تواقع صحي اذا شفت ناحية ثنائي زينر وش عوضتو بار باللون الأخلاق شفتها هذي الار وش لازم تكون لازم في ار وش يساوي مهدي لازم في ار وش يساوي في ار وش يساوي يساوي في زينر والفي ار كيفية تحسبو الارا مهدي جاوبني كيفية نحسبو هذه الار مقامة عندك فكرة ولم عندك كيفية نحسبوها المقامة يساوي ار اهلا 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 ايوه صحي انا نصفق لك صحي زينيكم وش قالكم مجمعه قالكم هذي المقامة بنجيبها ونحافظه على هذا التركيب كيفية نحسبها نستخدم قاسم الجود نحستخدم قاسم الجود بسكم في ار اخي معلومة في ار قد عندي في ار لازم تسوي 4.9 اذا قاسم الجود وش يقول لي يقول لي ار مقامة المعنية ار على مجموعة المقامة هذا الفر وش هما ار زيد ار تلاحة ايوه كل في واش في في سي سي من بعد وش نديرو مهدي وش هنحوسه هيا ذكو وش هنحوسه على الار خي الهدف تعالى حنحوس على الار في ار عندي ولا ما عندي هيا في ار عندي هي هي نفسها في زيني ربعة فاسسة عبور الار ثلاثة طهالي عندي وفي سي سي عندي اذا لازم ينخرج الار خيالة باقي مكت خرجوا الار جماعة شو جمعك هنخرج الار هي رياضية نورم الموت حلوانته ما اذا ار وش يساوي جماعة وش يساوي جداء الطرفين في جداء الوسطين خيالك واش تولي تولي ار في واحد ار ار تولي ار ثلاثة في ار على في سي سي ناقص في ار جماعة لابا كنت خرجتها هذه جماعة ليما هوش فهم هذه ليما هوش فهم هذه يبدأ يخدمها بخطوات وش يقول في ار وش يساوي يساوي ار في في سي سي على ار ثلاثة في ار بعدها ما هذي وش نديره جداء طرفين في جداء وسطين بعدها طرف الثاني ننقل طرف اللي تولي كثير حدود بعدها نخرج عام المشترك اللي هو ار بعدها عام المشترك ننقله الطرف الثاني وش يولي ار وش يساوي يساوي ار ثلاثة في في ار على في سي سي ناقص في ار جماعة ولي حبي يفهم هذي اللي حبي يفهم هذي يروحوا الفيديو رقم ثلاثة في قاسم الجهد أعطيتكم نفس السؤال في تمرين رقم خمسة ولا ستة مهدي نور ماما كما تعلمي صباح ركت شو عليها تعلمي صباح مهدي ماشيش ماشيش اللي حبي يشوف هذه كفاة خرجتها لما يعشي رياضيات ولي حبي يروح الفيديو رقم ثلاثة تمرين رقم خمسة ولا ستة نفس السؤال صحيح بعدما الان ار يجمع يساوي ار ثلاثة في في ار على في سي سي ناقص في ار بعدما نعود نخرجها لكم لك في الناقص اذا اذا ار شي يساوي ار ثلاثة معلومة في ار معلومة في سي سي معلومة في ار معلومة اذا واش يساوي يساوي ار ثلاثة هي 20 كيلو اوم حولوها ال اوم تولي تساوي 20 في عشر قوة ثلاثة في في ار هي في زينر نفسها ربعة فاصل تسعة على في سي سي كدها جمعتها هنا اثناش بولت ناقص في ار هي نفسها في زينر ناقص ربعة فاصل تسعة واش يجينا ار هنا تساوي 13802 اوم لازم تكون مقاومة تساوي 13802 اوم بهم حافظه على هذا التركيب كانت طريقة ثانية مهدي ولا مكانش طريقة ثانية ابسط من هذه الطريقة طريقة ثانية بما انه مقاومتين على تساسه بما انه هذه جهد تاحها ربعة فاصل تسعة فولت هذي كدها يكون جهد تاح بالمنطق يكون 7.1 7.1 قانون العروات بما انه هذه الداتة ربعة فاصل تسعة فولت اذا ار ثلاثة قدها يساوي ار ثلاثة قدها جهد تاح يساوي 7.1 فولت وبما انه آر ثلاثة عندي مقاومة تاح وعندي جهد تاح نقدر نحسب تيار ونقدر نحسب تيار في هذه الدارة قدها نحسب نقدر نحسب تيار والتيار يمر عبر آر ثلاثة هو نفسه اللي يمر عبر آر ونما هو نفسه على تسلسل وبما انه لقيت التيار وعندي في تسوية ربعة فرصة. عندي جهة تاحة. وعندي تيار تاحة. نقدر نحسب المقامة. ما نقدر نحسبه. نقدر نحسبه. إذن جماعة اللي مفهموش طريقة. ركزوا معين به. بما أنه. آر ثلاثة والآر موصلتين على تسلسل. حاجة المشتركة مبيناتهم يمر عليهم نفس الطيار. بس كالتيار هذا ما يمر الشقاط بالعاكس لأنه يحتوي على مغماناتها والملانية. إذن آر ثلاثة وآر موصلتين على تسلسل. يمر عبرهم نفس الطيار. وش الهدف تاعي. لازم نحسب الطيار كلي. كي نحسب الطيار بما أنه لدي تيار اللي يمر عبر آر. وعندي الجهة تاحة. نقدر نحسب مقاومة تاحة من قانون الأوم. إذن نبدأ. إذن وش نقوله. يمر عليهم نفس الطيار. إذن في آر. جوت بين الطرفين مقاومة هذا في آر. وش يساوي. يساوي. مقاومتها آر في التيار الذي يجتازها. إذن في آر عندي. والتيار اللي ما عندي. رح نحوصه آر. إذن آر وش يساوي يا مهدي. آر وش يساوي. كننقلوا اي طرف ثاني تساوي. في آر على اي. في آر معلومة. هي آر معلومة ربعة فاصلة عبوض. الهدف تاعيش نبحث على تيار اي. صحيح. والتيار بما أنه تيار اي يمر عبر المقاومة آر ثلاثة. إذن جوت بين الطرفين المقاومة آر ثلاثة. وش يساوي آر ثلاثة في اي. نقدر أن نحسسو أتيار تاح. ه Dani letter عبر أجماع وش يساوي آر على على آر ثلاثة على آر ثلاثة. هذه كاملة آر. هذه كاملة صحيح. هذه كاملة. weather this question time there is about this height. هذا المقام جديد. هذا الكاستر جديد. وش يساوي. هو ثيلة. Euro II. scenes mvl 3 وش يساوي. مذن وش يساوي آر ثلاثة في اي آر ثلاثة في ايawر تلاثة في ايawر. إذن ايوش يساوي. يساوي tree R3 على R3 صحيح R3 أخي أعطينا قيمة تاحة وشي بقاتنا هنا نحوص نحوص على VR3 VR3 ما نجيبهه نجيبه مقانون العروات بما أنه بطارية 12 بولت معناتها هذا المقاومة يتوزع عليهم 12 بولت بما أنه المقاومة هذه الداتا 4.9 بولت إذن مقاومة R3 كده يبقى لهذه الجهد بالمنطق هي 12 لتبعوا القانون العروات يخدموا هذه بكل بساطة إذن جهد ليصل مقاومة R3 هو جهد البطارية ناقص المقاومة R ويساوي 12 بولت ناقص 4.9 بولت إذن إذن كده نعوضوها وش تولي تولي هذه VR3 اللي هي 7.1 بولت على R3 كي تحسبوه R جماعة تساوي 13 22.2 جماعة ما أعطيتهم مش تفصيل هدايا بس كولي هذه الأمور كامل درستهم. اللي ما فهمهمش يا جماعة اللي ما فهمهمش يروح الفيديو رقم 3.8.5 ولا 6. رقم كل شي بالتفصيل آكيا نورمال مو هذا آخر سؤال جماعة تحبون تحبون نعود نشرح بتفصيل الفيديو في اليوتيوب في اليوتيوب نحننحب بس فيديو في هذه اللحظة شرح اللي جاي مش هنديرو بها ما يكونش فيديو طويل هيا جماعة هين عود نحسبكم السموة شوها معي مني وراء القلم وراء القلم آكي شوهم معي يجمع إذن بها نحسب المقاومة آر هذي وش عندي عندي في آر وش يساوي يساوي آر مقاومة هذي في التيار اللي يجتازوها هكذا من بعدها الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صحيح. رح نحاوس على التيار أجمع. هاح نحاوس على التيار. تيار هذا لي مر عبر المقاومة. هو نفسه لي مر عبر المقاومة الثلاثة. إذن واش نقوله. في آر ثلاثة. وش يساوي في آر ثلاثة. قلنا نقوم. يساوي. في. في اي. صحي. إذن يستلزم. اي وش يساوي. اي وش يساوي. يساوي يساوي VR 3 على على وش على R 3 صحي R 3 عندي VR 3 ما عنديش أجمع VR 3 ما عنديش إذن VR 3 من جيبوها أجمع جيبوها من قانون العروات هذه العروات وش فيها مصدر جهد VCC ثم R 3 ثم R إذن جهد بين الطرف المقاومة R 3 يساوي الجهد الكلي اللي هو VCC ناقص جهد المقاومة VR اللي عندي قيمة تاحة على R 3 صحيح جماعة هذو كامل نحن عوضهم نحن نقاط نقاط 1 1 صحيح إذن تير إيه وش يساوي VCC ناقص VR على R 3 VCC قدع طهنا مهدي VCC هي 12 تمراج بول آيوه ناقص VR اللي هي نفسها في زينة ربعة فاصل تسعة بهذا الشكل على R 3 R 3 قدع طهنا في الفيديو ما توليها تليها شو كدع طهنا 20 20 20 20 كيلو آم معانتها 20 في قوة 10 قوة 3 معانتها 20 آيوه من بعدها جماعة انتموا احسبو هذه النتيجة احسبوها قدع تلقوها ذو نحسبها لكم بألا حاسيبة إذن هاني بالتليفون وراه آآ ألا حاسيبة إذن وش نقوله 12 ناقص 4.9 تساوي 7.1 تقسيم 20 ألف وش تساوي إذن تساوي 7.55 إذن وش نقوله R R هذا رح نحوص على R إذن R وش يساوي يساوي VR اللي هو آآ قدع لقينا 4.9 على شاء تيار قدع لقيتو لقيتو صيفر فاصل صيفر 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 ثمية وخمسة وخمسين ثمية وخمسة وخمسين بعدها كي نحسبها بألا حاسيبة 4.9 تقسيم سيفر فاصل صيفر 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 ثمية وخمسة وخمسين وتساوي وتساوي 13.820 وهي النتيجة المطلوب صحيح إن شاء الله كامل كنوا فهمتو جماعة اللي عندهم أسئلة يقدروا يتفضلوا والآن انهينا الحسطة رقم 13 لنا لقاء إن شاء الله في الحسطة رقم 14 وسندخل إلى أول درش من دروس سنة الثالثة الهندسة الكهربائية وهو المنطق التعاقبي بالضبط سندرس قلاب رس فلنلتقي يوم الاثنين إن شاء الله على الساعة التاسعة عبر منصة زون ليلتكم سعيدة وواقعكم أجمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر